طيب هل يمكن تكون القوات المسلحة لها دور في القصة دي مش تحل القصة تعقدها تعالوا نشوف الانفو جراف ده اللي كانت عاملاه اه اللي عاملاه العربي الجديد عن تلات ادوار اقتصادية للجيش المصري وعرضنا ده قبل كده بس بنفكركم بيه النهاردة مش بنجزم باللي فيه بس عشان تعال هنا عشان بس عشان يقول لي ايه اللي بتقوله ده معلومات احنا مش بنجزم باللي فيه بس كل مشكلة ولها حل هكذا يعني عوادون العبقرة والمشكلة رياضة رياضة حاجة انت بتفكها وتعيد تركيبة تاني احنا بنفك الازمة حسن مالك منفعش شركات الصرافة الاخوانية منفعتش شركات الصرافة كلها اللي مش اخوانية منفعتش والدولار لسه بيقول لا يبقى المشكلة فين تعالوا نشوف الجيش كده وادواره الاقتصادية زي ما بيقول الانفو جراف ده اللي عامله العربي الجديد العربي الجديد بتقول تلات ادوار اقتصادية جديدة للجيش المصري كشفت مصادر حكومية مطلعة للعربي الجديد انه في ظل عجز الحكومة عن فعليا عن مواجهة ازمة الدولار وتأثيرها المتفاقم على سد احتياجات المواطنين فان السيسي عهد الى الجيش بسلسة ادوار رئيسية بدأها بدأ ممارستها في سرية تامة بعد ما قابل وزير الدفاع والقائد العام للجيش صدق صبحي نواب البرلمان اه ده قريب قوي انت فاكر لما صدق صبحي يقلب تقول البرلمان الصيعة الضيئة لهم تعالولي فين يا راي فهناك في اي حتة بتاع الجيش تجوا تقابلوني هقعد اقلمكم يطلطعولوا ساعتين واتاخدت موبايلاتهم وكانوا قربوا ياخدوا لمواغزة دهنون الداخلية بتاعتهم وطلطعوا ساعة عبال ما نزل صدق صبح عشان يقول لهم اهلا بيكم في اللقاء ده بقى حصل ايه تعاني شوف كده بعد اللقاء ده حصل اجراء عمليات استيراد الدور الاول بقى اول دور الجيش اجراء عمليات استيراد اي كميات من السلع الاساسية لتشتري الحكومة بالدولار الامريكي وذلك للاستفادة من احتياط النقد الاجنابي الموجود لدى الجيش كجزء من اقتصاده الخاص الذي لا تمسه الدولة الجيش عنده دولارات مصر ما عندهاش دولارات الجيش عنده وعنده كتير قوي وعنده قد اللي في البنك المكازر بقى مرات خمس مرات حيكي انت تطعفش عنه حاجة يعني والحكومة بترقبوش كده اول دور الجيش يستورد يا معالي الجيش يستورد للحكومة اللي هي عيزاب الدولار هتقول لي ده جيش وطني ومخلص لا هو بيبازنس لنفسه ادي واحدة ده اول دور هيكون الجيش هو القناة السرية لاستيرات سلع وخدمات تكلف الحكومة اموال طائلة وبيؤدي هذا الدور الى توفير جزء من النقد الاجنبي المدار بواسطة الحكومة بالاضافة الى توفير جزء من الموازنة الاجمالية تنفيذا لشروط الصندوق ايه الجيش داخل اول دور اول دور انه يستورد هيستورد السلع لبتتالي الحكومة اشتغل هو وسيط يعني طيب يعني ده الدور طيب نشوف الدور التاني يتولى الجيش بصورة غير مباشرة جمع اكبر قدر من العملات الاجنبية الموجودة في السوق السوداء من خلال الازرع السرية له وشركات المقاولات اللي بتعمل لحساب الهيئة الانسر الخطوة المسلحة تحديدا وهي شركات تملك بعضها من الباطن اللي بيملكها من الباطن عائلات ضباط كبار حاليين او سابقين بالجيش وتمثل قسما كبيرا من اقتصاد الجيش بهدف المساعدة في استيراد الجيش للسلع وتعطيش السوق السوداء وارباك المضاربين وشركات الصرافة استعدادا لاجراءات رفع سعر الدولار الرسمي تنفيذا لمؤشرات شروط صندوق النقل الدولي حيث تحدثت المصادر عن وجوب رفع سعر الدولار الى ما بين احداشر واثناشر جنيه كبداية لعملية تعويم مدار الجيش ده دور الجيش بقى يعني يسحب كل الفلوس او الدولارات اللي في السوق وبالتالي يعتش السوق كله وبكده يوصل الجنيه مثلا لخمستاشر جنيه مثلا لستاشر جنيه الدولار لما ييجي بقى ننفس نطبق شروط صندوق النقل ينزل الدولار يبقى باربعتاشر جنيه مثلا يعني فانت تحمد ربناك لقي الدولار في كل حتة وموجود ومتاح باربعتاشر جنيه خلاص معايش فيه ازمة اه بس غلي ده من تماني انا اربع مش مهم بس انتلاقيه المهم لقيناه هو عايز يوسلك للمرحلة دي مرحلة انك انت هترضى باي سعر للجنيه بعد كده بس يبقى ثابت تروح البنك تلاقي الدولار تروح الشركة السلافة تلاقي الدولار مش بقى فيه سودة ولا حاجة الدولار بقى متاح للجميع بس سعره كام اربعتاشر خمستاشر مش مهم